كل سنة وانتو طيّمين بسم اللهب والابن ونروح القدس الهين واحدة بني خليك يرمون طيب انتو خلصتوا صمويل الأول والتاني إصحاح الأول والتنين مش كده كان قبل العيد يا ريمون مش كده يعني أول مرة مش كده طيب صمويل ثلاثة حداثه مش كبيرة لكن فيها معنى حلو جدا نفسي لو خرجنا بالمعنى ده بس حتى لما مركزناش على كل آية في الإصحاح بحلو جدا صمويل التاني حصل إيه في إصحاح الأول وإصحاح التاني؟ حد فاكر بسرعة حصل إيه؟ الصمويل التاني الإصحاح الأول حصل في إيه؟ حدثة موت شاول لو تفتكروا والدنيا دربكت بعد موت شاول واللي حصل إن أبنير اللي هو رئيس جيش شاول راح واخد ابن شاول اللي هو أشيبوشس وقال له إيه؟ إنت تتملك وده كان ضد إرادة الله لأنه المفروض إن الممسوح ملك هو مين؟ داود وشاول مات فالمفروض إن داود يملك لكن أبنير كان شخص قوي جداً وعنيد ورح قال إيه؟ تعالى أشيبوشس دا كان شخص ضعيف يعني ضعيف شخصية قوي فقال له إنت اللي تملك وجاه خدنا خد داود نفسه وسأل في إصحاح الثنين معلش هنفتح إصحاح الثنين لأنه مهم إصحاح الثنين بصوا من العدد الأول إصحاح الثنين صمويل التاني إصحاح الثنين ومن العدد الأول لما داود سأل الله قال له وكان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلاً أصعد إلى أحد إحدى مدائن يهوزة قال له الرب إصعد فقال داود إلى أين أصعد؟ يعني داود مش عارف يعمل إيه خلاص فماشي بيقول رب يعني طب إيه الخطوة اللي جاية في حياتي؟ أعمل إيه؟ هل أصعد؟ قال له أيوة طب أروح فين؟ ما أنا مش عارف الحرب طولت علي وشاول كان ورايا ومات شاول لكن لسه الحروب موجودة مات واحد كان بيقومني لكن اكتشفت أن اللي جاي أصعب لأن أبنير شخصية عنيفة وقوية جداً فأعمل إيه؟ فقال له إصعد قال له إصعد إلى حبرون فصعد داود إلى هناك وخد مرتاته معاه وراح على إيه؟ حبرون الأصحاح التاني كله بيتكلم عن الحروب اللي ما بين أبنير أو بنقول عليها بيت شاول وبيت مين؟ بيت داود وأبنير طبعاً بينقود الحروب لبيت شاول أو لإبن شاول في الحقيقة وإيه؟ كانت حروب شديدة جداً ويقول في صحاح اتنين برضو في عدد مثلاً ناخد من عدد تسعتاشر فسعى عسائيل ورا أبنير عسائيل دا إيه؟ أخو يقاب يقاب عشان لكم مركزين يقاب دا رئيس جيش مين داود وأبنير رئيس جيش شاول أو اللي كان شاول ودلوقتي مملكة يعني ابنه فده يقاب أخوه كان عسائيل كان عسائيل خفيف الرجلين كضبي البر عدد تمنتاشر ففضل عسائيل في الإصحاح الثاني يجري ورا أبنير في الحرب عشان إيه؟ يقتله يموته فضل يجري وراه من هنا لهنا لكن للأسف النتيجة إن إيه؟ عسائيل هو اللي تقتل ويقول في آخر أعداد من الإصحاح الثنين عدد تلاتين ورجع يقاب من وراء أبنير وجمع كل الشعب وفقد من عبيد داود تسعة عشر رجلا وعسائيل وضرب عبيد داود من بنيمين ومن رجال أبنير فمات ثلاثة مئة وستون رجلا ورفعوا عسائيل ودفنوا في قبر أبيه الذي بيت لحب وصروا أبه ورجاله الليل كله وأصبحوا في حبره فانتهى الإصحاح الثاني بأنهم في نكسة شديدة داود كان مملكة يهوزة وأبنير رئيس جيشه وانهزموا ومات كتير منهم ومات عسائيل أخو يقاب وراجعوا لحبرون ومن هنا يبتدي المشهد على الإصحاح الثالث والإصحاح الثالث أول جزء وجزء كبير منه بيكلم عن الله الذي يتحكم ويحول الأحداث الله إلهنا الوحيد القادر أن يحرك ويغير ويحرك الأحداث في حياتك وده الجزء الأول من الإصحاح كله بيكلم عن كده يبقى المشهد قبل إصحاح الثالثة أبنير العنيف يحارب الشعب ويهزمه وداود وضعه صعب متحير مش عارف يروح فين والله أرشده الحبرون فرح حبرون لكن للأسف حتى في حبرون إيه انهزم تخيلوا شو داود وضعه إيه دلوقتي بعد كل الوقت قعد داود قد إيه في الحروب دي في المرحلة دي بعد مش حول سبع سنين بصوا الكتاب يبتدي في إصحاح ثلاثة يحط مقدمة للإصحاح كله اللي بيتكلم عن إلهنا الذي يغير الأحداث وكانت عدد ثلاثة إصحاح ثلاثة عدد واحد وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود وكان داود يذهب يتقوى شكل تاني خالص غير اللي إحنا شايفينه في صاحب نين يذهب يتقوى يعمل إيه؟ بيكبر ويتقوى وبيت شاول يذهب يضعف وبعد كده يقول إيه؟ وولد لداود بنون في حبرون وكان بكره أمنون من أخينه عامل يزرعيلية أمنون دا مين؟ اللي بعد كده عمل مشكلة مصيبة عمل مع أخته زنى مع أخته أمنون دا عارفين اسم أمنون دا معنى إين؟ من الاسم باين أمين معناه أمين دا في الظاهر أمين ولكن إيه؟ في الداخل عمل خطيئ صعب بقوي إيه؟ زنى مع أخته ثمار للأسف وكان بكره أمنون من أخينه عامل يزرعيلية وثانيه كلاب من أبي جالل امرأة نبالك الكرمالي والثالث إبشلوم والرابع في عدد أربع والرابع أدونية والخامس شفاطية ابن أبي طال والثالث يثرعام ابن عجلة امرأة داود هؤلاء ولدوا لداود في حبرون ست أولاد ولدوا لداود في حبرون فالشكل العام إن الحياة ضلمة هزيمة أبنير بيملك سبع سنين من حرب طويلة صعبة شرسة بصوا في اللي يرجع للأصل لكلمة وكانت الحرب طويلة في العبري الحرب دي كلمة مكتوبة إيه؟ ملحمة يعني ملحمة ملحمة مش ملحمة بتاعت لحب ملحمة دي يعني يعني حرب معركة طويلة يعني كل من المعركة تقول عارفين زي إيه؟ احنا منعاش على الكلام ده بس ملحمة زي ما يكون مثلا واحد حاجة كده يعني كبيرة جدا حرب طويلة وتقيلة قوي يسموها ملحمة يبقى كانت ملحمة طويلة على مين؟ على داود وبيت شاول الملحمة دي هي في المكان اللي الله شاول لداود إن يروحه اللي هي بلد حبرون وحبرون دي عارفين حبرون دي اللي هي مدينة الخليل دلوقتي اللي تنسب لإيه؟ خليل الله إبراهيم تعارفين كده؟ مدينة الخليل دي متسمية على اسم إبراهيم خليل الله وهي أساسها حبرون أو هتلاقوها في الكتاب المقدس في حتة كتير يقولوا عليها مدينة الأربع مدينة الأربع في حتة في تكوين تلاقوا مدينة الأربع أي حبرون تيترابوليس ساعات يقولوا عليها تيترابوليس تيترا جاي من أربعة تيترا كلمة تيترا دي يعني أربعة فالمكان ده مكان له معاني كتير في الكتاب المقدس مدينة حبرون دي اللي هي عاش فيها إبراهيم فترة واللي هي يقال إن فيها إيه أبر امرأته سارة وفيها كذا أبر من الأباء الأولين زي ما يتقلم الأباء ومحطوط فيها كنيسة كبيرة دلوقتي فالمكان المكان في حبرون أو مدينة الخليل اللي نقوله على دلوقتي الخليل مدينة الخليل فالمكان ده كان المكان اللي قعد فيه داود حسب أمر الرب اللي حصل بعد كده حكتين بصوا اللي يقرأ معلش الصح طويل لكن الحدث اللي عادينا نركز عليه هو حدث واحد عدد ستة عدد ستة وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود بصوا الله هيحصل إيه وتشوفوا الله الذي يحرك الأحداث والأمور ويحولها بالكامل وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود أن أبنير تشدد لأجل بيت شاول زيادة تشدد يعني ايه يعني تحمي الزيادة هو كان ناقص ده هو كان مبهدله لا ده ايه تشدد زيادة وكان لشاول سرية اسمها رصفة رصفة دي يعني واحدة من السراري بتاعة شاول اللي هو مات بنت آية فقال أشيبوشس لأبنير لماذا دخلت على سرية أبي اللي حصل إنه أبنير دا ودي أول حاجة عنا لاحزها في أبنير أبنير للأسف رجل شهوى شهواني قوي وعنيف وعنيد هتشوفوا بعد كده بقية صفاته وإحنا بنتكلم فاللي حصل إنه دخل على واحدة من سراري أبو من سراري شاول وطبعا فيه أهداف كتير فيه أهداف الشهوى وكمان فيه هدف تاني متغطي في النص لأنه لما يدخل على لو دخل على أحد سراري الملك وخلفت ممكن تتحرك الأمور وكمان هو إيه يارس الملك فالموضوع سياسي بس فيه شهوى برطو وعشان كده أشيبوشس اللي هو كان ملك ساعتها الضعيف الشخصية لتعبان ده لكن هو ابنه الوريس الشرعي عشان كده اتغاز قال له تدخلت إزاي تعمل كده هو طبعا مش يعني مش كرامة مش يعني لكن هو خاف على الملك قال له أحسن بعد شوية شوية بشوية الراجل ده إيه يقوم مكاني وخصوصا إنه كان رئيس جيش وتبتقيل وكبير وكلمته مسموعه بصوا بقى ابنير وطريقته وشخصيته العنيفة والقوية عدد تمانية فاختاز ابنير جدا من كلام أشيبوشس وقال يعني رأس كلب اليهوزة يعني رأس كلب اليهوزة هو رأس كلب يعني عشان تبقى رأس كلب يعني أولا الكلب حيوان يعني حقير جدا وبعدين رأس كلب يعني قتله يعني ولا حاجة خالص يعني لأعني رأس كلب اليهوزة اليوم أصنع معروفا مع بيت شاول أبيك مع إخواته يعني بالآخر كده يع happiest يعيره يعني بيزلو بيقوله ده أنا اللي عملت كل ده ليكم مع بيت مع اخواته ومع اصحابه ولم اسلمك ليد ده انت تحمد ربنا ان انا ما سلمتكش المين لداود وتطالبني اليوم باسم امرأة ده الملك خد بالك ده المفروض بيكلم الملك دخل فيه على طول عدد 9 هكذا يصنع الله بابنير وهكذا يزيده انه كما حلف الرب لداود كذلك اصنع له زي ما ربنا عمل عهد مع داود انا كمان هروح عمل عهد وهسيبني منك خالص بص الشدة والعنف بتاعة شخص ابنير ايه اللي بيحصل هنا الله بيحرك الامور ابنير لما انا بشوف من برة تفتكروا ان ابنين هو اللي متحكم في كل حاجة الانسان القوي العنيف اللي قراره في ايده لكن هو اللي يقول عليها في مزمور اتنين ولا تلاتة الجالس في السماوات يضحك الرب ايه يستهزئ بهم لما لما يشوف مزمور اتنين مش كده بصوا مزمور اتنين اوله مش لازم تطلعوه مزمور اتنين بيقول ايه لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الارض وتقامر الرؤساء معنى كلنا عارفين مزمور الرؤساء معنى على الرب وعلى مسيح قالين لنقطع قيودهم عايزين نتحرر نبقى برحتنا ولنطرع عنا رباطهما الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم انتوا بتحاولوا تعملوا ايه ده انتوا تعبانين خالص هو ده اللي بيحصل ابنير فهم نفسه القوي اللي قادر واللي يملك قراره واللي هيتحرك من بيت شاول ولبيت داود وهو اللي جاب الملك لبيت شاول وهو اللي هجيب الملك لبيت داود لكن في الحقيقة الموضوع مش كده الحقيقة انه الله هو اللي بيحركه ويفتح احداث ويقفل احداث فداود قاعد بقاله سبع سنين في حروب مؤلمة رغم انه تحرك زي ما ربنا قايله روح حبرون روحنا حبرون خد بالك من شاول ما تقتلوش ده مسيح الرب فضلت كل السنين دي طب ما تشاول خلاص بقى يا رب لا استمر سبع سنين في الحروب دي لحد لما يجي تمجد الله بالطريقة دي عشان يشوفها هكذا يصنع الله بابنير وهكذا يزيد انه كما حلف الرب لداود كذلك اصنع له لنقل المملكة عدد عشرة من بيت شاول واقامة كرسي داود على اسرائيل وعلى يهوزة من دان الى بيئر سبع مين اللي بيتكلم ده ابنير ده مين ده ده عدو داود ده اللي لسه كان مبارح بيحربه ده هو دلوقتي ابتدى يحط خطة في ذهنه انه هو اللي عمل كل حاجة لنقل ايه اقامة كرسي داود على اسرائيل وعلى وعلى يهوزة من دان الى بيئر سبع ابتدى يخطط كمان لحجم المملكة بتاعد داود وداود فين ما بيعملش حاجة خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تسمتون خلاص بطلنا نشتغل بقل اشتغل ليه معهم شكل ولم يقدر بعد ان يجاوي ابنير بكلمة لاجل خوفه منه طبعا الرجل كاش الملك ده كان ضعيف جدا بصوا مش هنقرأ الاسحاح كله عشان طويل لكن هنتك على نوع بصوا بصوا من عدد عدد 12 بيقول ايه فارسل ابنير من فوره روسن روسن اليداود قائلا لمن هي الارض بصوا طريقته قد ايه يعني متكبر يعني عايزي يقوله ايه هي الارض دي مش بتاعتي ده معناها هي بتاعت مين الارض دي ما هي بتاعتي ما انا لديتها قبل كده لبيت شاول انا هديها لك يقولون اقطع عهدك معي وهو زا يدي معك لرد جميع اسرائيل اليك يعني من الاخر بجاب يقوله ايه الارض دي بتاعتي انا جاي هعمل معاك عهد واردها لك بصوا قد ايه متخيل انه هو متحكم في كل الامور الاصحاح بيمشي اللي نحب نشوفه طبعا حصل انه داود قطع معاهد بس قاله ديني مين ميكال مراتي اللي انتوا خدتوها مني رجع لي ميكال لكن بصوا في عدد 17 لحد عدد 21 بصوا ابنير بيعمل ايه وكان كلام ابنير الى شيوخ اسرائيل قائلا قد قنتم منذ الامس منذ امس وما قبله تطلبون داود ليكون ملكا عليكم تحول ابنير زي ما انتوا شايفين كده حاجة عجيبة لشخص محامي وكيل عن داود وقف وبيكلم الشعب كله فالان افعله لان الرب بكلم داود قائلا اني بيد داود عبدي اخلص شعب اسرائيل من يد الفلسطينين ومن يد جميع عدائهم اصبح مبشر الراجل وتكلم ابنير ايضا في مسامة بين يمين ابتدى يروح للأصباط ويتكلم كوكيل لداود عشان يجمع تاني الملك نسيت اقولكم ان حبرون تعني توحد او وحدة كلمة حبرون دي في العبري يعني وحدة رباط او وحدة فابتدت فالله لما بعت داود لحبرون هو يقصد يقول له استنى بس اقعد اقعد بس استنى سبع سنين ليه سبع سنين هنشوف لكن عايزك تشوف الوحدة والاتحاد دا بيتحقق بس من ايد ايه الله عدد 19 وتكلم ابنير ايضا في مسامع بن يمين وذهب ابنير اللي يتكلم في مسامع داود ايضا في حبرون بكل ما حسن في اعين اسرائيل وفي اعين جميع بيت بن يمين ورجع ابنير ومعايا عشرين راجل من الاصباط بقى من مختلف وابتدوا ايه قعدوا عمل عزومة كده عند داود وابتدوا يأكلوا واشربوا ويتفقوا والمفروض بعد كده في عدد واحد وعشرين هيبتدي ابنير ياخد بعضه والرجالة دي ويبتدوا يخرجوا يعدوا ايه المعاد والوقت لتجليس داود ملك على ايه الشعب كله والاصباط كلهم وفقين فده الوضع يبقى اللي حصل هنا ان ابنير تحول بارادة الله لشخص بيجمع معاه لاجل تجليسه على العرش الوضع دا استمر او ابتدى بعد سبع سنين من الحروب الطويلة جدا الصعبة يبقى دي اول حاجة او اول نقطة نقدر نتكلم فيها النهار دا ازاي الله يستخدم اشخاص ويحول احداث رغم ان الاشخاص دي تبدو كانت ايه ضد او عدوة ليك او لي او لأي حد فينا لكن الله مسكه واستخدمه بشكل هو شخص دا نفسه ما يعرفش ويستخدم الاحداث ويودي داود لحبرون وبعدين يخلي ابنير يزعل ويستخدم حتى شهوة ابنير ويخلي ابنير يزعل من اشيبوشس وفي الاخر توصل ان هو بقى الراجل بتاع ايه بتاع داود دا من وجهة نظر الله من اتجاه الله لكن بالنسبة لداود ليه يا رب سبع سنين تاني حربنا كفاية وسمعت كلامك وعملت كل اللي انت عايز ليه تديني كمان سبع سنين كتير يقول الكتاب خفت ديقاتنا الوقتية تنشئ اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي دا اول سبب خفت ديقاتنا الوقتية الدي الوقت اللي بنمر بيه في الحياة دا ينشئ اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي يعني ايه يعني الدي اللي بيتمر عليه في العالم هنا عبارة عن خزنة بتحوش فيها ثقل مجد ابدي ببساطة ينشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي على قد الالم والتعب والدي اللي ساعت بتمر فيها لاجل رب المجد طبعا مش دي لاجل ان انا غلطان دا عبارة انه بيحوش لي شوية بشوية ثقل مجد ابدي دا اللي بيحصل في حياتنا كلنا وفي حياة داود يقول الكتاب رألكوا اي من كورنسوس مش لازم نطلح يقول كورنسوس التانية يقول لذلك عارفينها لا ايه لا نفشل فاكرين كورنسوس التانية صحة 4 لذلك لا نفشل لكن ان كان انساننا الخارج الداخل آسف الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم تاني لذلك لا نفشل يعني لو انت في مشكلة او حدث وحسيت ان انت فشلت ربنا بيقولك لا لا دا مش فشل انت فهم غلط انت يا داود في الوضع دا اه سبع سنين وحرب وبتاع دا مسموش فشل لذلك لا نفشل مع الله لا تفشل لكن ان كان انساننا الخارج يفنى اذا كان اللي برا شكل الدنيا واقع وتقع لكن الداخل يتجدد يوما في يوم السبب التاني للتعب والضيقة السبع سنين دي انه ايه انسان الداخل يتجدد يوما في يوم ابتدي اتغير ابتدي افهم اكتر ابتدي ابقى اكتر حكمة وده اللي حصل مع داود ابتدي ابقى اكتر صبر ابتدي ابقى اقل تزمر ابتدي ابقى اقل تزمر على ايه على الحوالية وعلى الاحداث عارفين مزمور 73 كلم على موضوع التزمر ده مزمور حلو جدا يعني على الموضوع التزمر وبيقول لنا الحل فيه معلش هفتحوا لكم برضو النهاردة عشان الاسحاح مش مليان احداث قوي ففرصة نفتح شوية حاجات معلش نفتح مزمور 70 برضو مزمور كلكم عارفين مزمور اساف هقرح اتمن بسرعة اسئلة بتيجي لنا كلنا وقت التعب والضيئة وقت السبع سنين دولا انما صالح الله الله لاسرائيل لانقياء القلب بسوا الكلام صالح الله لاسرائيل لمين لانقياء القلب يعني نقي قلبك وعيش بنقاوة هتلاقي الله في حياتك صالح هو ده اللي بيشوف ان الله صالح بسوا المشكلة فين اما انا فكادت تزل قدمي وانا صالح وانا بتحرك وانا كنت هقع لولا قليل لزلقت خطواتي كنت هضيع خالص ليه كده كنت هضيع ليه كنت هتقع رغم ان انت بتيجي الكنيسة وبتصلي وبتعمل وبتعمل بس كنت خلاص هقع ده اساف اللي بيقول مش انا يقول ايه لاني غرت من المتكبرين بسيت حواليا لقيت الناس اللي بيهبش واللي بيسرق واللي بيجدب واللي بيعمل وكلهم قويسين لاني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الاشرار لانه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين بصوا يعني حاجات تضحك حتى ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون قال له اش معنى يعني انا يا ربي يعني جيت معك فحبرون قلتلي حبرون ماشي قلتلي ما تمدش ايدك على شاول ماشي قلتلي عيش بالطريقة دي قلتلي حسب الكتاب ماشي بس بص حواليا قال له ما كلهم هم بيعملوا اي حاجة اللي هم عايزين ويقول جسمهم سمين والمشاكل تيجي ما تجيش عندهم طب ليه كده فده اسمه ايه تزمر تزمر على الله كلام كتير بقى يبتدي يتزمر يتزمر وبعد كده يجي يقول ايه في عدد ستاشر فلما قصدت معرفة هذا اذا هو تعب في عيني تعبت فرب طب قولي طب فهمت بصوا بأي قولي حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم حقا في مظالق جعلتهم اسقطتهم الى البوار في نهاية لكل ده مفهمتش النهاية دي الا لما ايه دخلت الى مقادس الرب ربنا قال تعالى كده تعالى بقى بطل التزمر بطل كلمتين دول تعالى 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 قعد معايا كده بالروحة خش الهيكل خش كنيستك تعالى عبد معا قعد كده بهدوء ويفهم فلما دخلت في مقادس الرب انكشفت عنيا فايه فشفت دول اخرتهم راحين فين فبطل سبع سيني مش مشكلة ثمان سيني مش مشكلة افهم الله عايز وديك فين فيبقى الدي اللي بمر بيه السبع سيني اللي مر بيه مشاول داود اسف ده اولا يا تريزة اولا اولا يدينا ايه يدينا ان احنا نتغير خطوة بخطوة بنتنقى والداخل يتجدد يدينا تحويشة مجد في السماء نمرة ثلاثة يخليني افهم ويكشف عناية فافهم عمل الله وافهم ان فيه عدل الهي وافهم دول اخرتهم ايه لازم حياتي هنا موجودة عشان اتغير هياخد حاجة تانية انا النهار دا بقى انا فرصة بقى بص بصوا حسقيال ما عليش حسقيال 46 حسقيال اللي يدرس حسقيال يعني واحد يكون مفوق كده ويقعد فترة زي تريزا كده يدرس حسقيال ويقعد يدرس بقى كده طبعا سفر سهل زي ما انتوا فهمين سهل خالص يعني فييجي سفر حسقيال هو 48 اصحح الجزء الاولان يتكلم عن المشهد رب المجد والهيكل وظهوره في الهيكل وبعدين يقول حسقيال تعالى انا هجعلك رقيبا للشعوب ويبتدي يعينه عشان ايه يبتدي يتنبأ ويكلم للشعوب وبعد كده يبتدي يكلم حسقيال وحسقيال يكلم الشعب عن قد ايه هم تعبوا بعدوا عن الله وقديهم في حالة سيئة جدا وبعدين بسرعة كده وبعد كده هيجي يتكلم في صحات طويلة جدا كلها نبوات حسقيال يا اما بيتنبأ يا اما بيعمل حاجة تانية كل ده عشان دخليهم يعملوا مطانية فحسقيال بعد كده بيعمل ايه فحسقيال يبتدي يتنبأ في الاصحات اللي بعد كده ييجي عند اصحاها عشرة ويحصل حاجة صعبة قوي يبتدي الله ينظر فيلاقي الشعب صعب جدا فيقول ايه انا هاخد حاجة اسمها خروج المجد بتاع الله من الهيكل كان الهيكل الكاروبيم احنا عارفين الهيكل جوه تابوت العهد والكاروبيم وكان مجد الله جوه قدس الاخداس لكن الله لانه مش راضي عن الشعب فخرج المهم يعني الاصحاق بتمشي ويرجع تاني في نهاية الحسقيال اسحاق تقريبا اربعين يرجع مجد الهيكل الله يتواجد ويرجع للهيكل تاني مجد الله الرب يرجع في الهيكل وده كان معنى او اشارة لكنيست العهد الجديد اللي احنا نيسى واحدة وعمل روح القدس جوهنا ويبتدي يكلمهم عن الاحداث اللي هتحصل بعد كده اسحاح 46 حسقيال 46 هتلاقوا في حسقيال ماشي ثلاث مراحل مهمة جدا يكلمون عن خطط الخلاص انا عارف ان ابعدت عن الموضوع بس اقول بس حاجة فيه بس احب ان فرصة تاني ما فتحنا حسقيال فيه ثلاث مراحل المرحلة الاولى مشهورة قوي كلنا عارفينها مرحلة باب الباب المشرق الخارجي يسميه الهكل دا لي كان باب خارجي باب خارجي وبعدين يدخل الدر الخارجية فيه باب تاني داخلي والاتنين يتجه للمشرق ففي اصحاح 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 لوحل يقول في اصحاح اصحاح وهو مغلق خده الملاك ووريه البنى ووريه باب المشرك الخارجي من بره وبص لقاه الباب ده ايه مقفول فقال لي الرب هتفتكروا الاية على طول دلوقتي هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان قال له ده مش هينفع ندخل لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا ده ايه ده ستة العدرة وكل يعني كبرات الكتاب المقدس الانبى سيدنا الانبى رفايل الانبى رفايل ياخد ياخد ده الاية دي بالذات وتكلمنا عن دوام بتولية العدرة لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا فاول باب الخارجي هو باب التجسد دي خطة الخلاص باب التجسد خطة الخلاص نمشي وندخل على حسقيال ستة واربعين يقوم داخل ايه واخده الملك برضو تاني هكذا قال السيدة الرب ستة واربعين واحد صح ستة واربعين عدد واحد هو دخل خلاص من البابل ده من خلال التجسد دخل لاجل خلاصنا وهكذا قال السيدة الرب باب الدار الداخلية هنا البابل ايه الداخلي مش الخارجي المتجه للمشرق يكون مغلقا ستة ايام العمل وفي السبت يفتح وايضا في يوم رأس الشهر يفتح احنا ابقنا يقولنا ان احنا بنعيش هنا الكنيسة كلها بتعيش ايه اليوم السابعة مش كده يوم السبت احنا في اليوم اليوم الثامن هو الحياة الابدية فاليوم السابعة يرمز لحياتنا على الارض اللي هو يوم الراحة ليه يوم الراحة دي حاجة محرجة لنا للأسف لان اليوم السابعة اللي انا عايشه النهاردة وكلنا عايشين وحضراتكم عايشينه اليوم هي يوم راحة يوم مقدس للرب اللي هي كل حياتي فالمفروض ان انا اعيش حياتي كلها يوم سبت يوم راحة للرب يعني اعيش حياتي كلها حياة مقدسة للرب تريح الرب طبعا بقى دي لمحرجة عشان اجهز نفسي لليوم التامن اللي هو الحياة الابدية جميل فلما الباب الداخلي الباب الداخلي ده يرمز للصليب والكفارة راحة تامن بصوا كده هكذا قال السيد الرب باب الدار الداخلية المتجه المشرق يكون مغلقا ستة ايام العمل وفي السبت يفتح عشان كده بيقولوا عليه اشارة للصليب في السبت يفتح عشان احنا ندخل في حياتنا الجديدة اللي عايشين فيها على الارض دلوقتي اللي هي يوم السبت يفتح الباب اللي ايه الداخلي فاصبح الباب الخارجي هو يوم التجسد او يشيل التجسد والباب الداخلي المتجه المشرق يشيل عمل الله على الصليب اللي فتح لنا يوم السبت ككنيسة نعيش فيها يوم الراحة يوم القؤ التقديس بتاع الرب ويفضل الباب ده مفتوح بصوا بقا بسرعة كده ويدخل لقا كده صعب اوه هناخد كتير اوه مش هينفع طب خلاص انا ما بعرفش اسيبها اصلي طب المهم يعني في اصحاح ستة واربعين عشان كده مشان انا باهدلكو كده معي تزنبوكو ايه طيب في اصحاح ستة واربعين طيب من الناس ناخد نعدي الحتة دي لانه مش ممكن كده كتير عدد تمان يبصوا بيحصل ايه بقا وعند دخول الرئيس الرئيس يعني رب المجد رئيس ويدخل من رواق الباب رواق الباب ده اللي يدرس الواق الباب ده يرمز للامة اليهودية انا بقول بسرعة كده بس ايه عشان فيدخل الرئيس من خلال الامة اليهودية جميل ومن طريقه يخرج وعند دخول الشعب قدام الرب في المواسم بصوا بقى الكلمة اللي جاء دي فالداخل من طريق باب الشمال يعني الرب دخل طب الشعب احنا بقى هندخل ازاي بيقول ايه الداخل من طريق باب الشمال اللي يزجد يخرج من طريق باب الجنوب ما يخرجش من الباب اللي دخل منه لا يدخل من الشمال يخرج من الجنوب ما يخرجش بنفس الحالة اللي دخل بيها اشارة لحالة اثناء انت دخلت من باب الشمال تفضل ماشي جوه الهيكل جوه الكنيسة وتتغير شوية شوية تخرج من الباب التاني مش من نفس الباب والداخل من طريق باب الجنوب يخرج من طريق باب الشمال واللي دخل من الجنوب يخرج من الشمال وبصوا بقى لا يرجع الكتاب بيصمم يعني كلام واضح لا يرجع من طريق الباب التي دخل منه بل يخرج مقابله ما ينفعش انت كانسان روحي وحضرتك كانسان روحية تدخلي وتخرجي من نفس الباب لازم تتغيري الى تلك الصورة عينها من مجد الى المجد وتخرجي من الباب التاني من الباب اللي مقابله دلالة على التغيير اللي بيحصل في حياتنا وده اللي قلنا عليه في ده حيات داودية سبع سنين دولة بنتعب لكن نتغير من مجد الى مجد بصوا بقى هاي عشرة معزع دي والرئيس في وسطهم يدخل عند دخولهم وعند خروجهم يخرجون معا بصوا صورة قد ايه جميلة تمثل الكنيسة وتمثل التغيير اللي بيحصل تدخل من باب الشمال تتغير تخرج من باب الجنوة ما تنفعش ترجع لخطيئة التوبة نقول عليها ايه تغيير اتجاه مش ابقى انا يقوله في الكنيسة التوبة هي تغيير اتجاه فانت تدخل من باب تخرج من باب التاني طب انا ما عرفش اعمل كده اصل الرئيس في وسطهم وهم وداخل ياخدهم كده ولو ياخد الناس التانية راجع كده وريح معاهم خط وخط يغير ده ويغير ده ويغير ده ايه اللي بيحصل ده دولة السبع سنين يا ساعة رقم سبع رقم الكمال دولة السبع سنين بتحضرتك وبتحضرتك تدخلي من باب الشمال مطلوب مني تخرجي من باب الجنوب تدخلي من الجنوب تخرجي من الشمال تعمليها ازاي ما تقلقيش الرئيس في وسطهم دي فكرة التغيير ببساطة يبقى الله يغير الاحداث ويحول الامور وكمان في وسط الكلام ده كله بيعمل ده كله ليه عشان انا نفسي ايه اتغير مش بغير الاحداث وخلاص يعني هو الله مش عايز مثلا السماء تبقى لونها لون تاني وخلاص موضوع ما يهمش حد لكن يهمه ان انا ايكون ليا خلاص ان انا ادخل من الابواب معاه باب الخارجي والباب الداخلي واتحرك من هنا لهنا وتغير الى تلك الصور عينان انا اوقف احكي المواحدة ابنير رمز للانسان الشهواني المتكبر المعتمد على ذاته ونهايته في الاصحاح للأسف طبعا مات اشيبوشس اللي هو الملك اللي شخصيته ضعيفة ما عندوش جهاد ما عندوش كلمة ما قدرش يتحرك الاصحاح اللي بعده هيموت لكن داود ايه هو اللي كمل في حبرون في واحد تاني يقاب في النص اللي هو غار جدا من غار جدا من ابنير وكان يقاب دا رئيس الجيش قلنا هتلاقوا احداث كتيرة في نفس الاصحاح دا يقاب غاز جدا ان ابنير رجع وبقى في صالح داود فراح ايه مزق ثيابه وفي الاخر فضل وراء ايه ابنير وقتل هو اللي قتله فيقاب شال دم ايه ابنير على راسه فيقاب رمز برضو للحقد الانسان اللي بيتحرك بحقت ورغبة في سلطة فده راخر ايه اتشال علي زنب كبير جدا هو اتل اخوه هو كان ورا عشان يقتل عشان هو اتل اخوه عسائيل عسائيل لكن عسائيل لو بصته في الاصحاح كويس هتلاقوا ابنير يعني مش كل حاجة فيه وحشة ابنير نبه عسائيل كذا مرة خدتوا بالكم من حتة دي ارجعوا الاصحاح اتنين هيقوله عارف ما تجريش يا عم الله يخليك افعد عني ما ارضعش افعد عني طب العميل لكي بقى فيعني مش عايز اقول يعني برضو ابنير نبه كذا نبههم مرتين فلكن طبعا في الاخر اتلو فبصوا الحقد والامور والتكبر بقاد لفين وداود راح لفين يا رب ناخد يعني الرسالة دي والله ازاي بيحرك كل الامور الهنا كل مكدو وكرم من اين والابد امين